أحد مخازن برنامج الغذاء العالمي في ريف دمشق كمية كبيرة من الغذاء تدخل سوريا لتلبية حاجة نازحين سوريين هجروا داخل بلادهم بالعشرات ينتظرون التسجيل في هذا المركز في وسط دمشق معظمهم لا يريد إظهار وجهه يكفيهم حزناً أنهم فقدوا بيوتهم وأعمالهم وأصبحوا يألفون العيش على المعونات لكن محمد الرفاعي أراد إصال رسالتين ناقص الشاي السبنة حمض مندورة مثلاً من نسبة السكرات الخفاف كمان أربعة كيلة لخمسة ما بيأدوا شهرين بيأدوا أنا ما بيهمني لا ولدي ولا ابني ولا بيهمني إنه بلدي تكون بسلام وأمان ونرجع مثل ما كنا كنا بالليل نروح نحن وعياننا وولادنا نجور يجورونا ويجورونا بواحدة تنتيب الليل ما أحد يقول ما أحد الكهر بعينها في النزاع الدائر لا شيء أهم من السيطرة على دمشق على أبواب السنة الرابعة من الحرب تبدو القوات الحكومية ممسكة بالعاصمة مرتاحة فيها فقد ضربت طوقاً على المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة لمنعها من التقدم باتجاه مركز الحكم لكن وقع ذلك على سكان تلك المناطق يبدو شديد القصوة في بعض مناطق الغوطة على سبيل المثال يخلف الحصار جوعاً المحاصرون في دمشق وجدوا سبيلاً إلى النجاة أما المحاصرون في مناطقهم فينتظرون انفراجاً ما ترجمة نانسي قنقر